مرحبا بك في دورة تعليمية جديدة والتي ستكون عن ISP.NET Core خلينا في هذا الفيديو نتعرف على ايش هي الامور راح نبدأ نغطيها خلال هذه الدورة اوش راح تكون عندنا مقدمة عامة عن هذه التقنية شوني هذه التقنية وايش هي مميزاتها واختلافها عن ال .NET وايضا راح نبدأ نتعرف على كيفية تهيئة متطلبات العمل وبيئة التنصيب الخاصة في هذه التقنية ثم مع ذلك راح نعمل اول مشروع عندنا ونتكلم عن الامور الاساسية البيزيكس وملفات المشروع كيف يبدأ يشتغل عندك من نقطة البداية تدريجيا للنقطة الانتهاء وبعدها راح نبدأ ندخل ونتعامل مع البيانات وكيفية هيكلتها داخل التقنية ثم مع ذلك راح نبدأ نعمل المادلز الخاصة فينا اللي هي البيانات بالدرجة الرئيسية وكيف راح نقوم بتمثيلها بنمط MVC وبعد ذلك راح نبدأ نعمل editing على الديتا راح نقوم بتغيير هذه البيانات والتعامل معها ضمن الريزر بيجز وبعد ذلك راح نبدأ نشتغل مع قواعد البيانات من نوع SQL Server باستخدام الانتيتي framework core وبعد ذلك راح نبدأ نتعرف على كيفية استهلاك هذه المادلز وهذه الكونترولرز لبناء الواجهة أو لعرضها وتحكم فيها واستهلاكها باستخدام الواجهات وايضا راح نبدأ نتكلم عن باستخدام javascript والcss بعد ذلك راح نبدأ نتكلم عن بعض الأمور الأضافية والداخلية بهذه التقنية وأخيرا راح نبدأ نتعلم كيف نقوم بعمل تصدير للمشروع الخاص فينا عمل الى بعد الطرق طبعا وبعد ما نكمل هذا بشكل كامير راح تكون عندنا آخر وهو عمل مشروع متكامل نبدي نستهلك فيه كل هذه الأمور اللي تعلمناها سابقا